بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحاب سورة الجن ووصلنا إلى قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وقد تكلمنا بشيء من بعض الإشارات عن هذه الآية العظيمة في الحلقة الماضية وعلقنا بعض الأسئلة دون إجابة واليوم إن شاء الله نفصل في هذه الآية ونجيب عن تلك الأسئلة التي علقناها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا مسألة الغيب ومسألة هل يطلع أحد على الغيب أم لا مسألة عظيمة حقيقة وكثر الكلام فيها وما زالت الفرق والملل والنحل تتكلم عن مسألة أنه هل يطلع أحد على الغيب أو الأنبياء يعلمون الغيب أم لا هل علم الغيب المطلق هو لله وحده فقط أم يعني يطلع بعض خلقه على شيء من غيوبه وهل الذين يطلعهم على شيء من غيوبه هم من الأنبياء أم هم من الأولياء أم هل الملائكة تعلم شيء من الغيب وغير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي تدور حول هذا الأمر نحن علقنا وتكلمنا عن سؤالين في الحلقة الماضية قلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة لقمان أنه مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ النبي إن الله عنده علم الساعة ومنزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه الآية حقيقة تحتاج لتفصيل دقيق جدا وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله إذا توقفنا مع سورة لقمان بتفصيل دقيق جدا أما الشاهد هنا أنه نحن ذكرنا في الحلقة الماضية قلنا الملك الذي جاء فكتب للجنين وهو في بطن أمه رزقه وأجله وشقي أم سعيد أليس ذلك الملك طلع على في أي أرض يموت وما هو رزقه وما هو أجله وكم سيعيش وغير ذلك يعني ماذا سيكسب من أيامه لأنه قد كتب عمله كما وصح في الحديث يعني يكتب عمله ورزقه وشقيه أم سعيد إذن هذا الملك اطلع على هذه الغيبية فكيف نفهم أن الله صلى الله عليه وسلم تعالى يعني أخفى هذه الغيبية بحيث لا يعلمها إلا هو حتى أنه على قول كثير من علماء السلف ومن الأقوال على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم من الغيب إلا هذه الخمسة التي ذكرت وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة وقد ذكر أهل التفسير أنه النبي عليه الصلاة والسلام ربما أطلعه الله على كثير من الغيبيات إلا هذه الغيبيات الخمسة إذن كيف يكون الملك يعني اطلع على هذه الجزئية وهذه من الغيبيات الخاصة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قال أهل العلم قالوا أنه قبل أن يعلم الله الملك ما كان لا ملك ولا أحد من خلق الله يعلم شيء عن هذا الجنين لأنه ورد في الحديث أن الله لما خلق الخلق قال لعلمه كن كتابا في رواية بن عباس فكان كتابا ومصداق ذلك هو قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها أي من قبل أن يخلق الله الخلق جميعا هو قدر مقادير العباد وقدر أحوالهم وقدر معاشهم وارزاقهم وهذا لم يطلع عليه أحد وهذا هو المقصود بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله أما إذا شاء الله أن يطلع بعض خلقه على هذا الغيب إذن هو يعني إظهار من الله لبعض خلقه لأجل يعني تسيير شؤون الخلق كما قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة والمدبرات أمرا ونحن سبقا قلنا في تفسير مدبرات أمرا قلنا القول الراجح أو القول الجمهور من أهل العلم أنهم المراد بهم الملائكة لأنها تدبر الأمر بإذن الله لا تدبير الله هو يدبر الأمر لكن إذا أذن لبعض خلقه أن يوليه شيء من السحاب الرياح وغير ذلك وهذا معروف أن الملائكة وكلها الله سبحانه وتعالى بأعمال كثيرة وبأحوال كثيرة وهذا لا يخالف تدبير الله للأمر بالجملة إذن الملك هنا أعلمه الله بحيث أن هذا العلم ما كان يعلمه أحد قبل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ولا ضير أنه يعلمه بعض خلقه عندما تكلمنا أيضا في الدرس الماضي قلنا أنه الله سبحانه وتعالى قال للقلم أكتب قال يعني قال للقلم أكتب قال ماذا أكتب يا رب كما ورد في الحديث قال أكتب مقادير العباد إلى قيام الساعة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة إذن القلم هذا أيضا اطلع على أمر اطلع على أمر لم يطلع عليه أحد وهو يعني أكيد أن القلم لما كتب كتب إلى قيام الساعة ولكن الله كما ورد في الحديث عند الإمام الطبري ولكن الله ختم على فم القلم أي أنه أعلمه ثم ختم على فم القلم فلن يبوح بشيء وبعض أهل العلم قال بعد أن كتب القلم أنساه الله يعني أنسى القلم أنه ماذا سيكون من الموعد قالوا إذن كيف يعني يفهم هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعيه إذن كيف يفهم هذا ونحن نقول أن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال وأخبر أن الساعة تقوم يوم الجمعة قالوا أنه الإخبارات التي تكون على العموم لا ضير فيها يعني أنه ستكون يوم جمعة لا شك أنه ستكون القيامة يوم جمعة وهذا حتى ورد في أحاديث كثيرة كما ورد عند الإمام مالك أن الحيوانات تصيخ بآذانها مصغية إلى نفخ البوق ونفخ الصور من يوم الجمعة حتى إذا أشرقت الشمس وظهر ضوءها علمت الحيوانات أنه هذا ليس يوم الجمعة فيبدو على أنه يعني كما أشار القاري وغيره على أن يوم القيامة سيكون فجرا وهذا أيضا لا ضير فيه يعني أن نعلم معلومات عامة لكن في أي جمعة هذه وفي أي يوم وفي أي شهر وفي أي سنة هذا لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أن النبي أخبر إخبارات كثيرة وإخبارات عظيمة فكيف يفهم هذا الأمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من هذه الغيبيات الخمس وقد أخبر إخبارات كثيرة عن مقتل بعض الصحابة واستشهاد بعض الصحابة رضو الله تعالى عليهم وأن أحداث ستقع في آخر الزمان بل أنه يعني الكتب تعج في في الإخبارات وكتب دلائل النبوة وكتب حتى كتب الصحاح تقريبا فقط في الصحيحين أكثر من خمسين إشارة من إشارات الغيبية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام التي يبدو في ظاهرها بعض الحال في بعض الأوقات أنها تتعارض مع الآية التي تقول إن الله عنده عن المساعة ونزل الغيب ويعلم ما في أرحام ومواتل النفس كما ذكرنا عن الآية قالوا أنه هذه الآية عامة أنه إن الله عنده عن المساعة ونزل الغيب وقضية أنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه وعلى بعض الغيب فقالوا هذه لا تناقض هذه يبقى الغيب المطلق بيد الله أما إذا أراد الله إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيل معين وبجزئية معينة عن غيب من الغيوب هذا لا يعني يعارض القاعدة التي قلناها أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله ولأن العقول البشرية حقيقة مهما كانت لا يمكن لها أن تستوعب علم الله العظيم الذي لا يمكن لبشر أن يتحمل شيء منه إلا بشيء بسيط مما يأذن الله له ومما يعلم الله أن الإنسان يستطيع أن يتحمل هذا الشيء البسيط الذي يعني يمن به عليه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أخبر عن مقتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال تقتلك الفئة الباغية وحتى ورد في حديث آخر عن عمار قال يعني لما تمرث قالوا يعني وأخذ أهله يبكون عليه قال لا تبكوا إنما لا أموت في مرضي هذا إنما أخبرني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن آخر عحدي في الدنيا مثقة لبن وأنني أقتل على يد الفرقة الباغية وقد قتل في المعركة التي جرت بين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في حربه مع أهل الشام كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن استشهاد سيدنا عمر وسيدنا عثمان لما وقفوا على جبل أحد وتحرك أحد فرحا باجتماع هذه الثلة العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان فقال أثبت أحد فما عليك إلا صديق وشهيدان وقصد بهما سيدنا عثمان وسيدنا عمر لما جاء سيدنا عثمان مرة وكان كل صحابي يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فلما أراد استأذن سيدنا عثمان قال إذنوا له وبشروه بالجنة وغير ذلك من الأحوال حتى أنه في رواية عند المستدرك أيضا وإسنادها جيد كما قال ابن حجر لما سيدنا علي استاء من أهل العراق وما فعلوه معه يقول فقال لقد أخبرني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن الموعد معه بعد ثلاثة أيام وثعلا سيدنا علي استشهد بعد أيام كذلك أخبر عن سيدنا علي أنه يعني تضرب منك هذه على رأسه وتدمى منك هذه على لحيته رضي الله تعالى عنه وأخبر كذلك يعني عن فتح العراق وفتح الشام وفتح بصرة وما يجري من بعض الأحداث التي ستقع في الفتوح الفتوح العراق والشام وحروب الروم وغير ذلك وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ولادة المهدي وكيف يكون من أمره وإصلاحه للحال الأمة وأخبر عن نزول عيسى عليه السلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن إخبارات كثيرة يعني أخبر منها عن حصار العراق أنه ثم يكون حصار للشام وحصار العراق جرى وكلنا يعني قد عاش أكثرنا عاش تلك الفترة الصعبة التي مر بها أهل العراق وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعد هلاك قيصر وكسرة فلا قيصرة بعده ولا كسرة بعده النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر عن ظهور الفرسان العشرة الذين يعني يكونون يخبرون عن الدجال قال ولو شئت لأخبرتكم بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وغير ذلك من إخبارات الدقيقة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يعني نحظ أنه الآية عظيمة حتى أخبر عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنه عندما قال تنبحوا تنبحوا على إحدى كنا كلاب الحوأب لما رجعت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في معركة الجمل يعني حدث مع هذا البوقف وكذلك أخبر عن سواري كسرى لسراق بن مالك وأخبر كما قلنا إخبارات كثيرة بل حتى أخبر عن نفسه ومكان موته حتى قال أن بين قبري ومبري روضة مرياض الجنة وفي حديث آخر بين بيتي ومبري روضة مرياض الجنة وفي حديث آخر للطبراني صحاه بن حجر قال بين بيت عائشة ومبري روضة مرياض الجنة وقبره هو بيته الذي هو بيت عائشة في قول بن حجر في جمع بين الأدلة فهذا كله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أطلعه الله على شيء من هذه الغيوب الخمسة بعد أن أخبر أنه لا علم له بها لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل بهيئة عرابي فقال يا محمد متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال ولكن يعني لاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم قال لو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما السني السوء والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه الأحاديث تدل على إطلاع الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم على جزئيات معينة من الغيب وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام الطويلة التي خطب بها ما بين الصبح إلى العشاء والتي ضمت إخبارات غيبية عظيمة ستقع إلى آخر الزمان هذا كله يدل على إعلام الله له لذلك يعني يجب أن نعلم أن الأنبياء جميعهم لا يعلمون الغيب بذواتهم هذا قطعا لا خلاف فيه إلا بإعلام الله لهم ولذلك نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام وحتى في حديثة الإفك مثلا نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم بقي شهرا ينتظر الوحي حتى يعلمه بالفصل في هذا الكلام الذي دار في المدينة وأخذ يعني يزعج النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذيه صلى الله عليه وسلم في أهله رغم أن الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ابنة الصديق لا شك أنها الطاهرة المبرأة عن ذلك ولكن مع ذلك هي قضية قضية نفسية قضية إنسان يعني تكلم على أهله وعلى أهل بيته لا شك أنه يعني يبقى الأمر يحز في النفس ولكنه عليه الصلاة والسلام مع ذلك ما كان يعلم الغيب وإلا يعني إلا أن شاء الله أن يعلمه ببراءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه حيث نزل قرآنا فيها يطلى إلى قيام الساعة في براءتها وكذلك ما وقع للأنبياء يعني كثير من الأنبياء وقعت لهم مواقف معينة وأحداث ما كان يعلمون الغيب بها لولا أن يعلمهم الله سبحانه وتعالى بها وهذا كله دليل على أنه العلم علم الغيب محصور عند الله سبحانه وتعالى إذن ابتداءا قلنا أنه علم الغيب المطلق هو بيد الله سبحانه وتعالى إذا شاء أطلع بعض خلقه وأظهر بعض خلقه على جزئيات كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه نعم وقال ولا يحيطون به علم لا يحيطون علم بشيء من علم الله إلا إذا شاء الله أن يطلع بعض خلقه على مصلحة يبقى المسألة هنا على مسألة أنه ما الذي يعني يطلع على الغيب هل أن الأمر محصور على الأنبياء أم غير الأنبياء يمكن لهم أن يطلعوا على الغيب هذا سنتكلم عنه في قول الله تعالى إلا من ارتضى من رسول من مقصود بلفظة الرسول هل مقصود بها الرسول الذي هو على معنى النبي النبي المرسل أم المقصود بالرسول أي أنه من يرسله الله أو يعلمه الله أو أرسل له رسالة على أصل اللفظة وذا سنفصل فيه إذن هنا عندنا عالم الغيب إذا أطلق علم الغيب بهذا المعنى لا يراد منه إلا علم الغيب المطلق لأنه ما جاءنا تخصيص بالمراد من هذا الغيب والغيب كما ذكر أهل العلم هو لفظ المصدر يعني يشمل جميع ما غاب عن الإنسان عن ناظره وعن فكره فكله غيب ما غاب عن نظر الإنسان وعن فكره وعن علمه فكل ذلك غيب يسمى غيبا الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والغيب هنا لو أردنا تقسيم الغيب لا تكلمنا عن موضوع الغيب كلام كثير جدا فحقيقة الجنة والنار والآخرة والقيامة والبعث كله هذا غيب والغيب أيضا هو في معنى أو في معرفة أسماء الله وصفاته وغير ذلك من الأمور التي يعني تكون غيبا لولا أن أعلمنا الله في بعض منها وبعض الإشارات التي جاءت في القرآن وبعض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث علمنا ما يجوز على الله وما يستحيل وما يجب لله سبحانه وتعالى الإيمان به ومعرفته من أسمائه وصفاته وغير ذلك من الأمور ولذلك الغيب يعني كما قال الألوسي قال وإن كان اسمه جنس ولكنه قد يجمع فنقول غيوب كما قال علام الغيوب ونلاحظ أنه ماء مثلا هو اسم جنس لكن ممكن أن تجمعها تقول مياه إذن عالم الغيب الذي عنده علم الغيب الحقيقي والمطلق هو الله سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيبه أحدا فلا يظهر لاحظ نحن ذكرنا في الدرس الماضي قلنا عدنا كلمة يظهر وقلنا يطلع ويحيط الإحاطة الإحاطة بعلم الله لا يمكن هذا أمر اتفقنا عليه لكن الإحاطة بجزئية صغيرة جدا من علم الله بما يريد الله أن يطلع بعض خلقه ممكن كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه كما ذكرنا إذن يبقى عدنا لا يظهر و اطلع الله سبحانه وتعالى هنا ذكر قال فلا يظهر ما قال فلا يطلع قال ابن عاشور قال لأن كلمة يظهر فيها معنى أقوى من كلمة يطلع هذا أولا وثانيا كلمة يظهر لما عديت بمعنى أو تضمنت معنى الاطلاع عديت بعلا قال فلا يظهر على غيبه أيضا هنا مسألة أخرى ما الفرق بين الظهور والاطلاع يعني إذا ما فرقنا من هذه الألفاظ والمستلحات القرآنية الدقيقة ما نستطيع حقيقة نفهم معنى الآية على الدقة الله سبحانه وتعالى قال عندما قال فلا يظهر على غيبه أحدا الظهور الظهور يعني فيه معنى أقوى كما قلنا من معنى الاطلاع نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما أراد تكذيب بعض المشركين قال أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن يا عهد عندما يقول أنا سيكون لي في الآخرة كذا وكذا وكذا الله سبحانه وتعالى كذبه وقال أطلع الغيب هل أنت اطلعت على الغيب وهنا كأنه كلمة اطلع فيها الإشارة إلى الفاعل نفسه لاحظ كما قال عن أهل الكهف قال لو اطلعت عليهم لو وليت منهم ثرارة ولو وليت منهم رعبة اطلع فالاطلع كأنه فيه يعني تصوير المعنى هو موجه للفاعل أكثر أما الظهور الظهور ليس فيه هذه الجزئية من المعنى التي موجودة في اطلع كما قال فالطلع فرآه في سواء الجحيم الاطلع هو كأنه قصد الفعل من النفس قصد فعل الشيء من النفس ولذلك قد يكون فيه أيضا معنى يعني عدم الإذن كما أنه طلع على الأمر كأنه يعني فيه معنى كشفه والعلم به لكن الظهور فيه معنى الغلبة والقوة والسيطرة لذلك قال تعالى فلا يظهر أي لا يطلع اطلع من يعلم تفاصيل الشيء إلا الله سبحانه وتعالى لأننا قلنا أيضا سنتكلم أيضا عن جزئية مهمة وهي قضية أنه المنجمين يعني الذين يعني يتكلمون ببعض الكلام ويكون ببعض الغيبيات ويعني هذا كيف يكون سنفصل فيه إن شاء الله في كلامنا عن يعني عن مسألة الغيب وهنا أيضا كما قلنا قال لا يظهر فلا يظهر على غيبه أحدا لا يظهر على غيبه أحدا بقي لنا أن نتكلم عن جزئية مهمة جدا ما هو المقصود بالغيب هنا في هذه الآية هل هو المقصود الساعة أم هو المقصود مطلق الغيب أم المقصود وقت نزول العذاب إذا أخذنا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الكلام في الآيات التي سبقت كان كله كلام عن المشركين الذين النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ أمامهم من حوله وقوته إلى حول الله وقوته فقال أني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وإني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا وبين النبي أنه يعني تخلصه من جميع أحوال نفسه إلى الله سبحانه وتعالى لذلك جاءت الآية هنا على قضية عالم الغيب هل الغيب يراد به ما سيقع على المشركين من الإذلال في يوم بدر وما يقع عليهم غير ذلك من الفتح مكة وغير ذلك من الأمور التي يعني وعد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أم المراد بها الغيب المطلق أم المراد بها الساعة هذا إن شاء الله سنفصل القول فيه بإذن الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الموعد نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة